شكرا على الاستضافة من وجهة نظرين سبب يكمن بالطرفين أولا الدستور لا أقول الذي كتب بعجاله بقدر ما أنه النصوص التي جاءت خاضعة للتأويل ومن ثم نفذت هذه الطبقة السياسية التي تعاطت مع المنتظم الدستوري ما بعد عام 2005 لتعمل على خلق الأزمات الدستورية ومن ثم فيما يبدو بأن النية مبيتة منذ العام 2005 حينما طرح الدستور للاستفتاء لكي لا يكون على أقل تقدير هو المرجعية من وجهة نظري بقدر ما أنهم ذهبوا باتجاه موازي وهو تثبيت العرف السياسي على حساب الدستور لذلك الطرفان حينما نتحدث عن الدستور وأيضا حينما نتحدث عن الطبقة السياسية لذلك تبدو الحاجة ملحة الضرورة تثبيت الديمقراطية وأيضا تصحيح هذا الانحراف لتعاطي الطبقة السياسية مع الدستور أصبح عملية التعديلات الدستورية مهمة بمكان لإنهاء الأزمات التي نتحدث عنها وهناك من يرى دكتور أن هذه المطبات التي وجدت منذ كتابة الدستور حتى الآن البعض ومن كتب الدستور يراها عثرة الآن في ظل ما يدور من العملية السياسية تتفق مع هذا الطرح؟ نعم أتفق خصوصا إذا معلمنا بأن القوى السياسية والتي أصبحت حقيقة متعارف عليها حينما صاغت نصوص وبنود الدستور وفق هواجس يعني هواجس المرحلة الجديدة وأيضا هواجس الماضية وأيضا هواجس الحقوق الحقوق المكوناتية الطائفية وبالتالي أصبحت هذه النصوص التي تضمنت في بعض المواد مخاوف يعني مكوناتية طائفية قومية عائقا ومصدا أمام أي تجاوز أزمة يمكن أن تمر بها البلاد ولا تزال يعني القضية لا تزال حاضرة يعني حتى في قضية التعديلات الدستورية التي نتحدث عنها هناك بعض القوى السياسية ترفض عملية التعديل الدستوري وبالتالي هنا السؤال الأهم بكتور تريد مد مرة أخرى العودة نعم هنا السؤال الأهم تريد مرة أخرى العودة إلى التوافق السياسي في التعديلات الدستورية عن هذه النقطة أتحدث هناك إمكانية أصلا لتعديل الدستور في ظل شروط يراها البعض شبه تعجيزية تفرض اتفاق الجميع بمن فيهم الكرد على هذا التعديل بما لا يقبل الشك لدينا كثير من المصدات أولا للسياسية الرافضة الأمر الآخر النصوص الدستورية خصوصا فيما يرتبط بالالية الدستورية بالتعديل لكن من وجهة نظري أن الإرادة السياسية ذا ما تحدثنا عنها قد تكون هي الأكثر فاعلية في عدم الذهاب نحو التعديلات الدستورية هم يطرحون فكرة حتى مع الذهاب نحو التعديلات الدستورية تطرح هذه الأحزاب والقوى السياسية إعادة الصياغة أيضا بما يحقق مصالحهم وفق التطورات السياسية التي حدثت يعني من شكل النظام لا بد أن يتغير وفق التعديلات الدستورية هكذا تطرح بعض القوى أيضا قوى سياسية تطرح مزيد من الضمانات فيما يرتبط بصلاحيات المكونات وهذا خطأ كبير جدا لذلك استمرار هذه الطبقة السياسية كنتيجة أقول يعني استمرار هذه الطبقة السياسية والتي وضعت الدستور السابق لا يمكن من خلالها أن تجد تعديلا دستوريا يمكن أن يحقق مشاركة أوسع أو تلافي الثغرات والتأويل في النصوص السابقة هم يريدون مرة أخرى تعديلات بتوافقات سياسية وهذا خطأ جديد طيب دكتور دكتور قليني أسألك عن المواد المطروحة للتعديل بحسب المطالبين بالتعديل ما الضروري والملح منها برأيك إذا ما ذهبنا في هذا الاتجاه يعني كنت ضمن هذه اللجنة المبادرة التي طرحت من قبل الدكتور رياد علاوي وأيضا جزء من الفعاليات السياسية منظمات مجتمع مدني وأكاديميين هذه اللجنة وجدت ما يقارب المائة وعشرة من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل وكان هناك طرح هل سنمضي مع المائة وعشرة أو أن تكون هناك فكرة بقضية أن يكون التعديل تدريجيا ولذلك تم الاتفاق على أن توضع ما يقارب 25 مادة لتعديل الدستور هذه المواد يمكن من خلالها أن تكون المرحلة والخطوة الأولى طبعا من ضمنها قرارات المحكمة الاتحادية الإشكالية فيما يرتبط بالكتة الأكبر فيما يرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية أيضا فيما يرتبط بمواد المتعلقة بشكل العلاقة ما بين بغداد وأربيل وأيضا فيما يرتبط بالسياسة النفطية وبعض النصوص الأخرى التي كانت في بعض الأحيان مساحة لأزمات أو فراغ دستوري مرة بها العراق موسيقى